بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم نعرض في هذا الفيديو شرح الدرس الأول بعنوان الكسور والأعداد العشرية في الفصل التاسع في كتاب الجزء الثاني نتعرف أولاً إلى أهداف الدرس كتابة عدد عشر على صورة كسر والعكس أوقف الفيديو لحل المطلوب أوقف الفيديو للتصحيح المعلومات التي يجب مراجعتها قبل البدء بالدرس الرقم 5 في العدد 0.5 هو في منزلة الأعشار الرقم 3 في العدد 0.53 هو في منزلة الأجزاء من 100 أما الرقم 8 في العدد 0.138 فهو في منزلة الأجزاء من 1000 خلال سباق للجري قطع ماجد مسافة 0.75 من الكيلومتر وقطع سالم مسافة 3 أربعة الكيلومتر من قطع المسافة الأطول؟ تذكر 0.75 هو عدد عشر وثلاثة على أربعة هو كسر لحل هذه المسألة يمكننا استعمال خط الأعداد لتمثيل المسافتين انظروا جيداً ماذا تلاحظون؟ نعم نلاحظ أن النقطة جيم هي المسافة التي قطعها كل من ماجد وسالم وبذلك يكون ماجد وسالم قد قطع المسافة نفسها ماذا نستنتج إذن؟ نستنتج أن الكسر 3 على أربعة والعدد العشري 0.75 يمثلان العدد نفسه إذن 0.75 يساوي 3 على أربعة للانتقال من صورة العدد العشري إلى صورة كسر يمكن استعمال القيمة المنزلية للعدد كما قام مثال على ذلك العدد العشري 0.24 نريد كتابته على صورة كسر أولاً نحدد القيمة المنزلية للرقم الأول من اليمين في المنازل العشرية الرقم أربعة هو في منزلة الأجزاء من مئة نستعمل القيمة المنزلية للمقام أجزاء من مئة إذن المقام هو مئة إذن العدد العشري 0.24 يساوي الكسر 24 على مئة نلاحظ وضعنا العدد كما هو من دون الفاصلة العشرية في البسط ووضعنا في المقام العدد مئة لأنه يوجد منزلتين إلى يمين الفاصلة أمثلة أخرى العدد العشري 0.5 الرقم 5 هو في منزلة الأعشار إذن سيكون مقام الكسر 10 العدد العشري 0.5 يساوي الكسر 5 على 10 مثال آخر العدد العشري 0.206 الرقم 6 هو في منزلة الأجزاء من ألف إذن ماذا سيكون مقام الكسر المكافئ؟ طبعاً سيكون العدد ألف إذن العدد العشري 0.206 يساوي الكسر 206 على ألف هل لاحظتم شيئاً بالنسبة للعلاقة بين عدد الأصفار في المقام وبين عدد المنازل الموجودة إلى يمين الفاصلة في العدد العشري؟ نعم فإن عدد الأصفار في المقام يجب أن يساوي عدد المنازل الموجودة إلى يمين الفاصلة في العدد العشري يمكنكم مشاهدة أمثلة إضافية في كتاب الجزء الثاني صفحة 155 أوقف الفيديو لحل التطبيق أوقف الفيديو للتصحيح للانتقال من صورة كسر إلى صورة عدد عشري يمكن قسمة بسط الكسر على مقامه باستعمال عملية القسمة مثال على ذلك الكسر ثلاثة على أربعة نريد كتابته على صورة عدد عشري إذن نقسم البسط على المقام باستعمال عملية القسمة التقليدية ثلاثة تقسيم أربعة المقصوم أصغر من المقصوم عليه إذن نضع صفر في الناتج ونضيف فاصلة وإلى يمينها صفر إلى المقصوم وكذلك فاصلة إلى يمين الناتج نكمل ثلاثون تقسيم أربعة يساوي ثمانية وعشرون والباقي إثنان الباقي أصغر من المقصوم عليه أيضا مضيف صفر آخر إلى يمين الفاصلة عشرون تقسيم أربعة يساوي خمسة والباقي صفر بما أن الباقي هو صفر تكون بذلك قد انتهت عملية القسمة والناتج صفر فاصلة خمسة وسبعون هو نفسه الصورة العشرية للكسر ثلاثة على أربعة يمكنكم مشاهدة أمثلة إضافية في كتاب الجزء الثاني صفحة مئة وخمسة وخمسون أوقف الفيديو لحل التطبيق أوقف الفيديو للتصحيح موسيقى شكرا